أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الكرام إنما كنتم نسأل الله أن تكونوا دائما بخير وأن يجمع أمتنا البشرية أمة واحدة بالسلام الذي فرضه الله علينا جميعا فلا حكم إلا حكمه ولا أمر إلا أمره نحن عبيده وهو ملكنا الذي يرضى الجميع بحكمه بعيداً عن أنانية الناس عنوان محاضرة الليلة احملوا حججكم للقرآن والتوراة والإنجيل يدينونكم ويحددون مكان الأرض المقدسة ويثبتون شرك العالم عندما ينظر المرء إلى حال العالم إلى حال العالم الديني فقهاء الدين في اليهودية والمسيحية والإسلام يتبين له أن هؤلاء كل يعبد إلى في مكان أكيد أنه سيشك في دين هؤلاء الثلاث لأن المعبود واحد الخالق هو الله واحد ولو كانوا مسلمون لو كانوا آمنوا فعلاً بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن لعبد إلى لكنهم اتخذوا ثلاثة من الآلهة ثلاث معابد ثلاث هياكن إله في مكة وإله في فلسطين في حائط المبكة وإله في كنيسة القيامة التي ما رعاها رسول الله عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام ولا سمع بها إذن علينا أن نشك في هؤلاء جنيعان وعندما نشك فيهم نبحث عن الحقيقة كل أمة نبحث في كتابها عن دينها ولما بحثنا وجدنا المفاجأة ووجدنا أن الأمم الثلاث كلما دخلت أمة لعنة اختها هذا ما قال الله عنهم ثلاثة إن العقل لا يرد الحجة البالغة التي لا يجد منها الملافق مهرب إذ أنها تشده من تلابيبه فلا يستطيع حتى التملص منها وحقيقة الدين في كتب الله الثلاث بعيدا عن كتب البشر التي ربما يمكن فيها لإبليس فيضل أهلها أو قراءها ويعتبر إجماع التوراة والقرآن والإنجيل على أي أمر في الدين يقين لا ريب فيه إذ أن بين التوراة والإنجيل 1450 سنة وبين التوراة والقرآن 3450 سنة وتعتبر الأرض المقدسة في الشريعتين الإسلامية واليهودية أمر لا بد منها إذ فرض الله فيه فيها عبادة تهو فاليهودية أمر الله رسولها موسى وأخاه عارون عليهما الصلاة والسلام بالخروج من مصر إلى ترشيج تونس مملكة سليمان أي الخروج إلى الأرض المقدسة لإقامة شعائر الله في العقصة وما حوله الذي بارك القرآن أيضا وهذا يعني أن الذي فرضه الله على اليهود هو بدوره فرض على المسلمين والمسيحين لأنه لا يمكن أن يكذب رسول آخر ولا رسالة الرسالة الأخرى لأن المصدر واحد ولا يمكن أن يكذب الله نفسه ويأتي بما يخالف شريعته الأولى ولو كانت زمن آدم عليه وآله الصلاة والسلام وبين الله ذلك في القرآن فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليك القرآن وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني رسالة محمد ورسالة نوح ورسالة موسى ورسالة عيسى ورسالة إبراهيم دينا واحد أمر الله أن لا نتفرق فيها يعني هذا كل لا يتجزأ دين واحد باختلاف المرسلين أو الرسائل لأن الرسالات السماوية كلها واحدة وأتت الرسائل الرسالة الإسلامية أتت على ثلاثة مراحل التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن اكتملت بالقرآن ثلاث فصول إن انتقص فصل منها انتقصت الرسالة وما كان لنا من دين أبدا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هؤلاء الثلاث الذين يعبدون كل له إله في مكة وفي فلسطين وفي كنيست القيامة هؤلاء اختلفوا فيما بينهم بغيا بينهم وليس الرسالات السماوية التي اختلفت ولولا كالبة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضية بينهم وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب من هم الذين أورثوا الكتاب في الأخير من هم الأمة العهد الثالث نقول العهد الأول هو اليهودية والعهد الثاني هو المسيحية والعهد الثالث الإسلام الذين أورثوا الكتاب من بعده لفي شك منه مريب فلذلك فدعوا واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم لا تتبع أهواء اليهود ولا العرب ولا المسيحيين وقل آمنت بما أنزر الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير إذن فكل كاهن أو إمام أو بابا يفرق بين الرسالات السماوية الثلاثة فقد كفر بالرسالة التي يدعي أنه اعتنقها لمخالفته لتعاليمها إذن لا يمكن أن تختلف شريعة الله في الحج والصوم والزكاة ولا يمكن أن يوجد فيها إلا تخفيف الأحكام في أحكام القتل خاصة من رسالة إلى أخرى خفف الإنجيل ما في التوراة وخفف القرآن ما في الإنجيل وفي كتب الأحكام كلها يعني أن الله خفف علينا درجة ثم درجة شريعة من قبلنا شريعتنا هكذا قال رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام فقد جعل الله العلي الأعز الأرض المقدسة حبل الاعتصام به فرض على الجميع وأكد في التوراة والقرآن أن تارك الأرض المقدسة اترك الله وعبادته في أورشليم دار السلام في القرآن جاء في سفر يشوع 24 وإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة يرجع فيسيء إليكم ويفنيكم بعد أن أحصن إليكم هذا ما هو مآل اليهود يرجع إليكم يرجع فيسيء إليكم ويفنيكم بعد أن أحصن إليكم وكذلك مصير العرب وكذلك مصير المسيحيين أنتم تركتم عبادة الله في الأرض المقدسة إذن هذا جزاؤ جاء في سفر القرآن عشر وأنتم قد تركتموني وعبدتم آلهة أخرى لذا لا أعود أخلصكم تلادون الله في أحوج حاجتكم في مثل هذا الزمان في الحرب فلا يستجيب إليكم ولا ينقذكم لماذا؟ لأنكم لا تعبدون الله جاء في سفر الأيام أخبار الأيام الثاني أثناش فجاء شمعي النبي إلى رحبة عام ورأسا يهود الذين اجتمعوا في أورشليم من وجه شيشنا وقال لهم هكذا قال الرب أنتم تركتموني وأنا أيضا أترككم ليد الشيشق الشيشق مالك مصر الذي احتل ليبيا وتونس والجزائر يقول الله تبارك وتعالى يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلب خاسرين يعني من ترك عبادة الله في الأرض المقدسة فهو مرتد سواء كان يهودي أو مسيحي أو مسلم فالله لم يلغي رسالته بل ألغى عهده مع من أرسل إليهم رسالته وعاهدوه على تعاليمها فخانوا عهده هؤلاء لا يعود الله إليهم لا يعود إليهم أبدا لأنه جربهم فخانوا الله وعن كل مقدسات الرب لا يمكن أن ترثها العمة الخائنة التي أعطاها الله عهده فخانته مثل العرب واليهود فإذا تحدثنا عن اليهود فقد أكد الله أنه سلب منهم العهد وأعطاه للعرب لينظر ماذا يفعلون فقال في التوراة في سفر الثثنة ثلاثين هم أغاروني بما ليس إله أغاذوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم في القرن الرابع سنة ثلاثمائة وثلاثين ميلادي قدست فلسطين الأمبراطورة هيلانا هي التي قدست فلسطين أو قدست فلسطين على يدي الأمبراطورة هيلان والدة الأمبراطور الروماني البارباري حسطنطين العظيم وهي التي نقلت جغرافيا ترشيش عدوة فلسطين في الكتاب المقدس عدوة الأرض المقدسة في الكتاب المقدس إلى فلسطين المزيفة التي لم يكن اسمها فلسطين بل منطقة محتلة من المملكة تدمر العربية ولذلك لا نكاد نجد اسم مدينة أو قرية أو جبل أو عين في الشام العربي إلا ويوجد مثلها في شمه الأفريق وبعد أن استبدلوا قدس الله طوال 330 سنة لم يتراجعوا استبدله الله بالعرب فظهر الإسلام وأضحى يهدد وجود هذه الكذبة في الشرق البابلي إذ أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تهدم الكعب الشامية الكعب الشامية كانت هي كنيسة القيامة هذا ما كان زمن الإسلام لا يوجد أي أثار لقدس كنيسة القيامة فقط كانت تسمى الكعب الشامية أمر رسول بهدمها والأرض البابلي الشرق البابلي لا يدخل له بالأديان إطلاقا كما تؤكده التوراة والقرآن وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبائكم حج الجاهلية الذي يؤدونه اليوم وقالوا ما هذا إلا إفك مفتر وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري ويشهد الله أن الذين كذبوا المرسلين لم يبلغ العرب معشار ما آتاهم الله من فضله إذ شتان بين قارة أوروبا وأفريقيا وبين شبه الجزيرة العربية في التاريخ وفي غيره التي ما ظهر فيها سوى مملكة تدمر أو احتلال البابلي أو الأشوري في العراق والاحتلالين بربريين كما أكد أنه لم يعلمهم تعاليمة ولم يرسل إليهم حتى كتاب واحد من كتبه ليدرسونه قبل القرآن الذي جاء به أول رسول إليهم محمد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام جاء في سفر شيخ خمسة وستين أصغيت إلى الذين لم يسألوني العرب وجدت من الذين لم يطلبوني العرب شبه الجزيرة العربية قلت ها أنا ذا لأمة لم تسمى بإسمه وما آتيناهم من كتب يدرسونها اتفاق بين التوراة والقرآن لأن كتب الله واحد لا فرق بينهم بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكارها هذا عن اليهود وكيف استبدلهم وتركهم وأعطى العاد للعرب فإن أمة كان يقودها الله عبر التبوت المقدس وأراها عظيمة الآيات ونسرها على أمم كثيرة بدون سلاح وتنسى كل ذلك وتتكل على أفكارها لم تكن آمنت بالله إذا رفضت حكمه واختارت لها قادة لا علاقة لهم بالله كما فعل العرب تماما ولا بالدين لا بد أن ينتقم منها الله وإن الله أثنى على آياته في التوراة والقرآن أثنى على آياته في التوراة والقرآن وتحدى العرب بهما فقال لرسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام أن يقول للعرب قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين أهدى منهما القرآن والتوراة أتبعه إن كنتم صادقين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يغفروا بما أوتي موسى كانت شبه الجزيرة العربية تابعة لمصر وعندما جاء رسول الله موسى إلى مصر كان العرب ضمن ملك الفرعون فقد ذكر الله أنهم سمعوا بموسى ولم يؤمنوا به فقال إذ قالوا لو لا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يغفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران أو سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرين قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلا أنما يتبعوا أهوائهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون هم به يؤمنون يعني الذين سيؤمنون بالقرآن بعد نزولهما هم إلا الذين آمنوا قبل الإسلام باليهودية والمسيحية وهم أبناء أفريقيا أفريقيا كلها وأوروبا أيضا وهم أهل أفريقيا وغرب أوروبا وعلى رأس هؤلاء الأريسيين أهل عراق العظيم الروم ملك الدولة البزنطية البربرية البربرية الفلافي الذي قبله موجود إلى الآن في مدينة القصرين تونس التوراة حددت مكان الأرض المقدسة فأكدت أن بينه وبين محافظة بابل التي سبع إليها نبو خد نصر اليهود مسيرة أربعة أشهر أي 4800 كم جاء في سفر عزراء سبعة لأنه في الشهر الأول ابتدى يصعد من بابل وفي أول الشهر الخامس جاءوا إلى أورشليم حسب يد الله الصالحة عليه في القرآن يقول فسيحوا في العرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غيروا معجز الله وأن الله مقزي الكافرين والمسافة من مكة إلى جبل الشعياء النبي الذي هو جبل قاف وسط تونس الغربي نفسها المسافة بين محافظة بابل وجبل الشعياء النبي ولكم أن تتثبتوا في هذا الأمر نفس الآية في القرآن تعمر العرب بالخروج من سورة الفاضحة التوبة التي كشفت نفاق العرب للرسول محمد عليه وآله الصلاة والسلام والتي تشهد على كفرهم بالقرآن وتعاليمه التي أقرت عبادة الله في قدس الله منتهى إصراء رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام إلى العراف عرفات جبل قاف المقدس رأس الحج الإسلامي والذي لا وجود له في مكة بل في ترشيش تونس ويسمى الآن جبل الشعياء النبي وهو جبل ذا سبعة باق وتلتف كأنها طوابق سومعة أعلاها تسمى سدرة المنتهى الحد الفاصل بين العرض والسماء والذي سينتصب عليه عرش الله يوم الحساب والملك على عرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قالوا إن الثمانية هذه ما هي إلا ملائكة الملائكة ستحمل عرش الله والله فوقه انظروا كيف يبترون على الله كذبا بينما يقول الله وترى الملائكة حافين من حول العرش كيف يحملون العرش ما يحمل العرش الله الثماني اتباق لجبل قاف الجبل صهيوم في التوراة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم قافية وهذا يوم الحساب ولا يوجد في العالم جبل مثل هذا الجبل إذ لم يخلق الله مثله على الأرض ليكون دليلا على قدسه متى غابت علينا مناسكنا كما هو حاصل الآن حوالي ألفين سنة لم نعرف مناسكنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم وكانت وسيلة للهدى وانتظار لقدوم مولانا ومالكنا الله إلى أرضنا في النزلة الثانية التي سيحيي فيها الله أرضنا ويحولها إلى جنة لا موت إلى جنة لا موت عليها أبدا كما أنه سيجعل من شبه الجزيرة العربية أدنى الأرض جهنم ليدخل فيها الذين رفضوا الخروج إلى الجنة دار السلام في القرآن أورشليم بإرادتهم وبعد أن دعاهم رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام إلى منتع إسرائيل إلى ربه بقدسه في عرفان التي صلى فيها إماما بكل المرسلين الأعراف كما قلنا جبل الشعياء النبي أعلى جبل تونس لكنهم عادوا لنفس حج الجاهلية الذي أكد القرآن أنهم عادوا إليه فقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذابه عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا أجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفسا إلا بإبنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين ساعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني ما دامت السماوات والأرض يعني أن الجنة في هذه الأرض وأن النار في هذه الأرض فلا تكون في مرية مما يعبد هؤلاء حج الجاهلية يعبدون ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقص سترون ماذا سيحصل لهؤلاء ولقد آتين موسى الكتابة فاقتلف به ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وإن كل اللمن من هم كل اللمن؟ اليهود والعرب هم الذين الصدوا عن سبيل الله وسعوا في خراب الأرض المقدسة وإن كل اللما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء أي المسلمين العرب الذين ادعوا أنهم آمنوا بما أنزل على محمد وما أنزل على المرسلين من قبله عليهم الصلاة والسلام قال ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل وإن تسألهم يقولون لك أنهم يحجون نفس حج الجاهلة هم يعترفون بذلك الذي يؤدونه الآن كما أكد الله هنا أنه سيجمع العرب واليهود معا في عذارهم بدأ الآن في حرب الشرق الأوسط وإن كل اللما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وتؤكد التوراة للمسافة الفاصلة بين مصر وبين برية سينة بيزا سينة ساحل الشرق التونسي مسيرة 13 أي ما يقارد 3000 كم جاء في سفر الخروج 19 في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من مصر في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سينة يعني ساروا 13 حتى وصلوا إلى جبل سينة الذي هو في القيروان الآن ويسمى جبل الهوارب وفي التوراة جبل هورين والخروج كان من مكان الآية التي أظهر الله أظهرها الله لبني إسرائيل في مصر وهي فلق البحر أي بين رأس الحكمة تسمى الآن رأس الحكمة أي بداية ضرب الآية بداية حصول الآية بداية الضربة التي فلقت البحر وآخرها التي تسمى باسم مطروح أين طرح فرعون في البحر مرسى مطروح يعني من رأس الحكمة إلى مرسى مطروح كانوا سيخرخ يريدون الهروب إلى ليبيا ليبيا أرضهم أرض بني إسرائيل جاء في سفر الخروج 15 حينئذ رنم موسى وبني إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه وطرحه ما في البحر وسميا من الطرح في البحر مرسى مطروح لأن الفرعون طرح فيه في سفر الخروج 15 وأجابتهم مريم أرنم للرب فإنه قد تعظم الفرس وراكبه طرحه ما في البحر وترون أن شاطع مرسى مطروح حفر بآية الله لخروج بني إسرائيل من البحر إذ كان قبل الآية صدا لا يستطيعون الخروج منه وترون أن ضفافه عالية لكل جوانبه إلا الشط فقط وهي الآية الصور على فكرة موجودة في صندوق الوصف ستجدون الصور لكل المسافات المسافات وكل الخرائط وتبقى المسافة للوصول إلى ليبيا 229 كم من مرسى مطروح إلى الحدود الليبية 219 كم يعني مسيرة أربع أيام سير عادي في النهار فقط فما بالك بالهروب ليلا ونهارا والذي لا يتعدى يومين باعتبار السير ليلا ونهارا وهي المسافة من مطروح إلى السلوم على الحدود الليبية المصرية وأول مكان وصل إليه بنو إسرائيل عين مارا في ليبيا جاء في سفر الخروج 15 فجاء إلى مارا ولم يقدر أن يشرب ماء من مارا لأنه مر ولذلك سم يطعين مارا عين مر لذلك دعي اسم المكان مارا عين مارا شعبية ديرنا ليبيا ثم خرجوا من عين مارا إلى مدينة مسا ليبيا جاء في سفر الخروج ودع اسمه الموضع مست مريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أه في وسطنا الرب أم لا وناس يتحدون الله عين مارا إلى مسا 79 كم الآن مسا هي قرية صغيرة تقع في شرق ليبيا وتبعد 10 كم غرب مدينة البيضاء ومن هناك وصلوا إلى أرض التية حول ولاية القصرين حاليا التي فيها مدينة ريحة سوفيتلا كلكم تعرفونها ومدينة سلوام الأثرية التي هي أورشليم دار السلام في القرآن جاء في سفر التثنية والأيام التي سرنا فيها من جادش برنيع حتى عبرنا واد زراد واد زرود كلكم يعلموا أنه في القيروان كانت 38 سنة حتى فناء كل الجيل رجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم الرب لهم ودفنوا في جبل قبرار بالقيروان ولحد الآن اسمه قبرار لأنه من كثرة القبور قادش برنيع هي قادش البرانية أي الخارج عن جابس وهي جزيرة جربة والتي لها شكل البقرة المذبوحة الصفراء كما ورد في القرآن والتي دفنت فيها مريم أخت هارون المصرية فسميت الغريبة والتي يحج إليها اليهود من العالم بينما تسمى مدينة جابس قادش وما يؤكد ذلك وجود مدينة مدين في القرآن مدنينة تونسية التي تزوج منها رسول الله موسى عليه وآله الصلاة والسلام وهذه الأطار سورة الأطار كتب عليها اسم مدين ومادي فارس المديانيين الذين تحالفوا مع الفرز المديانيين تحالفوا مع الفرز وملكوا من باتنا الجزائر إلى باتنا في الهند باتنا في الهند أسسها الباربر وهذه اللوحة الأثرية في صندوق الوصف مكتوب عليها مهدي وفارس وتؤكد التوراة للمسافة بين جزيرة جربة جادش برنيع وجبل سينة وبين جبل سينة جبل هوريد الذي هو الهوارب بالقيروان تونس أحد عشر يوماً سفر التثنية أحد عشر يوماً من حريب على طريق جبل سعير إلى جادش برنيع أحد عشر يوماً يعني اليوم فيه خمسة وربعين كيلومتر المسافة من جربة إلى جبل سعير عرباطة أربطة في التوراة اسم يحمل نفس الاسم في التوراة أربطة لكم أن تبحثوا عن اسم أربطة بالفرنسية ستجدون الجبل المقدس جبل سعير الذي يسمى عربطة أربطة ويسمى الآن جبل عرباطة في قفصة المسافة قلنا من جربة إلى جبل عرباطة ميتين واثنين واربين كيلومتر والمسافة من عرباطة إلى الخيروان ميتين وخلس وعشرين كيلومتر يعني الجميع أربعمائة وسبعة وستين كيلومتر وأقصى معدل السير على الجمال خمسة واربين ضرب كيلومتر خمسة واربين ضرب حداش يوما أربعمائة وواحدة وخمسين كيلومتر المسافة بالضبط وهذه صورة جبل سينة ستجدونها في صندوق الوسط الحقيقي اسمه الهوارب تأتي من كلمة هو الرب لأن الرب تجلى على هذا الجبل فسميه هو الرب هريب وفي الترجمة كتبوها هريب وهذا جبل قاف الذي يسمى جبل الشعياء النبي وهو الجبل الملتف ذا السباتبا وهذا مكان المسجد الأقصى الذي بناه النبي سليمان على أعلى جبل الشعياء النبي الذي هو جبل سويون وجبل قاف وهذه سورة الصفاء في الإسلام الجلجال في التوراة والجلجدة في الإنجيل والمكان الذي صلب عليه المسيح وهذه سورة أقرب سورة أقرب للمكان الذي صلب فيه المسيح وموجود فيه مكان الثلاثة سلبان وبقي واحد منهم اهتم به الناس وفي خلوة رومانية قديمة يعني ليست رومانية ولكنها مسيحية ليزورها الناس حتى الآن وهذه الصخرة المقدسة ليس صخرة الكعبة هذه الصخرة المقدسة التي تلقى عليها النبي داود الوحي وسليمان عليهم الصلاة والسلام فكل الأماكن المقدسة قد وجدنا يعني بالدليل العلمي التام جغرافيا وتاريخ ودين وآثار الأثار موجودة لحد الآن ما عليكم إلا أن تأتوا لتحجوا قد انتهى أمر الحج الآن وعلى وعلينا أن نهيئ الطريق لي الحج لأول حج سيحجه البربر إلى أورشليم إلى مكان الهيكل الذي بناه سليمان ولي إلى مجرد وأساساته بإبن الله العلي العظيم قريبا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة